سلطة مليانة بروتين وخضروات مرة تشبع وفي نفس الوقت طعمها رهيب لازم تجربوها اول شي حنضف البطاطس مرة كويس بالفرشة بهذه الطريقة اذا تبغوا تقدروا تكشروها عادي ما يفرق بس انا افضل طعم القشر يعطي جرمشة اضافية وحقطع البطاطس مكعبات واباهرها بملح وفلفل اسود وادخلها الفرن الى ما تستوي الفاصلية الخضرة حخليها في موية مغلية بس قريبا اربع دقائق وبس حملحها واغطيها واول ما تنطبخ ححطها في موية باردة عشان تحافظ على لونها حقطع الخس وبعد كده اغسله كمان قررت انه اضيف شوية ريحان وطماطم كرزية بما انه عندي النباتات موجودة فقلت استفيد منها حطيت البيض في موية مغلية قرأت انه مهم لما تجو تحطوا البيضة تكون الموية بتغلي هذه الحركة تساعد انه البيض تقشر بشكل اسرع وانا خلته تقريبا عشر دقائق بالنسبالي كان كفاية يعني ما ابغل الصفاري يكون بزيادة سائل بس لو تحبوه سائل خلوه مد اقل استخدمت هذه الاداة اللي عندي عشان اقطع الخيار واخليه قطع مرة رفيعة بس طبعا مضروري ومضروري اضافة الخيار يكف الخس او اي ورقيات تانية عندكم حابد اجاهز الصوس الصوس مرة بسيط حطيت زيت زيتون نوعية كويسة وديجون مسترد وليمون عصير ليمون وملح وفلفل اسود